تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي التوعية بسرطان الثادي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام وذلك بهدف زيادة الوعي بالمرض وتداعياته ودعم الأبحاث التي تسعى إلى إيجاد العلاج الفعال للمرض وقد أولت برامج وخطط وزارة الصحة اهتماما كبيرا بهذا المرض كما سخرت العديد من البرامج التوعيوية والبرامج التثقفية دائما لتكثيف سبل الوقاية الممكنة من الإصابة بسرطان الثادي أكتوبر أو كما يعرف بالشهر الوردي الذي خصصت أيامه جميعها في كل عام لتسليط الضوء على مسببات المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر لتحصين المرأة وحمايتها ضد هذا المرض فبحسب منظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان الثادي الأكثر انتشارا بين السيدات حول العالم إلا أن معدلات الوفاة بهذا المرض في انخفاض مستمر نتيجة زيادة الوعي والفحص المبكر لهذا المرض ولوقاية المرأة وزيادة وعيها بسرطان الثادي تحرص مملكة البحرين في شهر أكتوبر من كل عام على إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والحملات التوعوية والبرامج التثقيفية الداعمة لتكثيف سبل الوقاية الممكنة والحد من انتشار المرض وتداعياته وذلك من خلال إتباع أنماط صحية تساهم في الحفاظ على حياة المرأة شهر أكتوبر يأتي لإبراز الدور التوعوي الذي يواكب المستجدات والتطورات العالمية والطبية في هذا الجانب مما يبرز أهمية التشجيع على مواصلة نشر الوعي والتثقيف اللازم لجميع الفئات المستهدفة بجدول فحصات الدورية الوقائية ودور الاكتشاف المبكر لسرطان الثادي في خفض معدل الوفيات مع التأكد على أهمية التدريب على القيام بالفحص الدوري الذاتي لتأمين حياة صحية سلمة لنساء العالم